السلام عليكم كديري لبس عليكم كنتمنى تكونوا جيانين يا ربي ورمضان مبارك سعيد خلاليكم الصحة ولهنا وباش ما تمنيتوا ان شاء الله يا ربي هاد الفيديو غادي نشارك معاكم نهار الول ونهار التاني في رمضان كيداز عندي وهي مهما غير لقاطات من هنا ومن هنا لحقاش اختكم تقلات وما بقيتش قادرة زي ما مكرهتش انني نبقى نصور ولكن ما بقيتش قادرة واكتر هي مع رمضان راكم عارفين كيكون بزاف انت على الاشغال واخا انا في هاد الوقيتها راك نحاول ندير ذاك شي اللي ساهل لضغية ضغية ما ياخدش معايا الوقت وضغيانا نخرج من الكوزينة هاد شي الليش ما ما غاديش نقدر اقاع نحط فيديوية دعمها انتع رمضان الا لا حسيت براسي شي مرة هي هاديك وكنت باقة ان شاء الله ان شاء الله مولد راها ضروري غادي نتشارك معاكم شي حاجا هنا يكن نهارلو والألبنات خديت غير لقاطات كنت درت في الحريرة درت فيه واحد هاكا خبيزات معمرين راجلي الناس اللي كي عارفوه كي عارفوه دائما كل عام كي يخص الملوية تحطه في الطبلة ولكن هاد المرة وقتلو غادي ندير غي خبيزات هاكا معمرين وصافي لحقاش كي ما قتلكم بلا منش كي عليكم الزافراكم عارفين تقل واش كي يدير سافي درت خبيزات معمرين درت كيمية كبيرة اللي غادي تتكفيني واحد المدة باش ما نبقاش كل نهار كندخل الكوزينة ونقف عليه سافي ودرت ودرت واحد الكيش موي منايرا كان مشاعلي الحال الصراحة في النهار اللول ودرت جوج مقلات وبقيت كان عاون بيهم باش تغيان ساليو ودرت واحد الكيش بالزربة الكيش البنات اللي دائما كان شاركو معاكم كيجي واعر تيجي ابنين وكيجي العجينة نتاع ورطبة مهم احسن كيش عندي هو هذا اللي كندير ودائما كندير ونعاودو وساهل ضغيه ضغيه كيوجد صف هاد الشي اللي درت نهار اللول وعاد غادي ان شاركو معاكم نهار تاني نهار تاني ان شاء الله غادي ان شاركو معاكم واحد واحد الحلوة اللي درتها وكانت زاما احلوة كيجي ابنينة وساهلة المهم غادي تابت شوفوها معايا وصراحة البنت والله الى هاد العام حيت راني امتقلة عاد حسيت بدوك اليوتيوبرز اللي كيحطوا اللي كي زاما كيكونوا حاملين وكيكونوا كيحطوا فيديوهات كل نهار والله لكي نقول لهم شاب ومني لكم لحقا شراها ماشي سهل نهائياً أنكت بعد التصوير كي يخد منك واحد الوقت كبي امضو بل إلا كنت يديري الحاجة في نص ساعة را كتولي كتديريها في ساعة ولا ساعة ونص حيث بتصوير راكم عارفين كتهزي كاميرا من هنا كترطيها اللي هنا لما قطاش هنا لما مصورة ليش صورة كاملة مهم كي يخد الوقت الكثير كنقول لهم شاب ومني لكم ساعة راحة كيعطيه واحد للمجهود راها غير لا يعاونه مصافي المهم من هالبنات اللغد ليه اللغد ليه حاولت أنني ندير خضيرة حيث النهار الول كانوا غير معجنات وانا خصني ضروري خضيرة مع الحمالة راكم عارفين خص ضروري ما غديش بقيتك لغا الموججانات غدي نفخون نغرن صار مصافي صافي درت الخضيرة هنا يا خضيت قاع شوية شوية من الحاجة من الخضرة اللي كانت عندي ودرتها تفور عندي تهديك جلبانة وشوية متاع اللوبيا اللي دايرهم في الفريقو طوما زيت منهم شوية درتها تفور وغادي ندير الدجاج ندخلو الفران وغادي نرافقه زعمال خضيرة بالدجاج في الفران راح تدجاج كنت شرملته قبل بالنسبة للشمولة اللي درت له درت له البنات تغير التوماو والقزبور ومعدنوس اللي زمان قطعين ودرت غير شوية تاع الملحة شوية تاع سميته البزار وزيت صافي هات الشي اللي درت ما كان بوشني كتر العطرية حيث عوتاني فاش كان ندير العطرية بالزام كانت تجيني الحرقها لبنات ذاك شي كان حاول نقص العطرية كان دير ذاك شي زعمال غير خفيف والحقيقة هكا كيبقى كتبقى الحاجة بماضاقها مشي كيبقى الفاش كتكتري لها العطرية في كل شي مشي غيب الدجاج انا هكا وليت كفاش كنبغين نحس بالماضاق نتاع الحاجة وضروري ما كان كتكترلوش العطرية كان خلي شوية يبقى ذاك الماضاق دياله صافي كما شفتوا معايا هنا يرا درت كيمياء كبيرة لاش هيت كانوا عندي شي شي ميكات بقاو نتاع المريقى راكم عارفين قبل رمضان كان كونو ديرين اتجيل نتاع المرقاة تجيل نتاع كل حاجة وديرين لها ومقطعينها على حساب شنو عندي هنا كانوا بقاو عندي وبقاو كي يطولوا على ذاك شي زيتو قلتنا نديرو نحي دو حسن ماضي غايب ما يبقاش قاع فيه الماضاق كنت زدت عليها البنات تحتها عصران تاع الحامض نسيت ما قلتها لكمش وسوف يقطع الطريفات تاع الحامض راوم كتشوفو في يوم اللي هي غدي نديرو من اليوم اللي فوق سوف ينغطيه ببابي أليمينيوم واندخله الفران كنا نشال عليها لساعة دجاجة اللي كانت كاملة كنا نشال عليها ساعة ونصف أما هكا مقطع كنا وخازها من مقطع دغياء كي طيب كنديرلو ساعة نتاع الطياب كي يجي دايب وكي جي السمية والطياب نتاع الفران كي يجي بدجاجة الحقيقة فتي كي يجي ما كيجيش ناشف لشكا دخلت الطيبية في الفران كي يجي هاكا فتي ما كي مقطع كي يجي هاكا رطب وما ما كي نشوفش معك سافيا البنات هنا غادي ندوز من مورها غادي ندير واحد الحلوة اللي قتلكم كي تجي غزالة المهم هنا يحسب لقاتوا اللي بغيتوا انا عندي هذا متوفر قدرتوا تقدروا تديروا احتمارية بلا عجيل بلا حتى شي عازا مهم كي ما قتلكم كان مشي كان حاول ندير الحويج ساهلين البنات هاكا باش ما باش ما نبقاش واقفة بزاف حيت احترجل هي المهم كترت عليكم شكاوي ولكن هاتش اللي كيوقع لا هي مرأة حاملة عجلية كي لبقيت واقفة بزاف كيتنفخو خسنين تحرك وراكم عارفين الكوزينة كتبقي واقفة ما كتتحركيش بزاف كتبقي وقفة في بلاستك وانالا خسنين تمشا مشيخ سنين بقى واقفة في بلاستك وانالا بقيت هاكا علي هاكا نحاول وهد وراه رمضان ان شاء الله كامل غدي نمشي هاكا غيب الحويج ساهلين المهم كي ما قلتلكم ياتخدو هاد القاطو ياتخدو القاطو ديال الماريه العادي اه تصافي ستفتو هاكا في فلاطة اللي غادي ندخل فيها ولا المول اللي غادي ندخل اللي غادي نديرو فيها وغادي نفزقو بالحليب من الزيان باش كي يولي ارطاب دك شي وكي يجيب نين المهم ينفزقو بالحليب من الزيان ارا وخاي بلكم الحليب كي يهبط لتحت ولي كيراه هاد القاطو كي شربو كي ما كي يبقاش دك الحليب في هاكا كم زع ما من التحت كي يبالك صافي يلقاطو كي شربو هنا عندي الكريم باتيسير اللي خدمتو هو هادا كي نوري لكم اللي واجد درت كاسد ديال الحليب اللي كبير ودرت فيه مع القومص انتع الكريمة واسكر وصافي خدمتو امرأكم عارفين كديروهم فوق البوطة كتبقوا تحركو حتى كي يعقادو وكنت درتو فتلاجة خليتو حتى برد على خاطره وده بدو وزي عليه هاكا الطراب باش ما يبقاش محبب هاكاك وكنزيدو تموعها الكريمة اللي كنت هي طلعتها قبل كنزيدو عليها وكنزيد عليها البنات جوج معالق انتع جبن مهم هادا ولا اللي متوفر عندكم انا عندي دبه هادا الحقيقات سطيلة كتلع اقتصادية واللي بقي ما جربها غي يجربها دبرا ولا تمتوفره كانش هاله دي مكان لقواش بزاف اما دابا را ولا تمتوفره كاينة موجودة فيها كيلو اه كت زي ما كتاخد لك واحد الوقت طويلة وتنفعك اكثر يا دبه مع رمضان الحلويات وذك شي راها تنفعك مهم انا كنطرب كل شي مزيان تين دامج مع بعض اياتو اه وغادي نهز من واحد طبقة وغادي نزيد على دك البيسكويت ومنمورة انا نحرق لكم المراحل مهم كناخد واحد طبقة اللي هي هاكا مزايدة في هوال وغادي نديرها على دك البسكويت وعندي في ذاك الكاس اللي كتشوفو حمر ثم عندي الفريز اللي طاحناه غيل فريز بوحدو طاحناه وغادي نزيدو على الكريمة اللي غادي سبقا علي المهم ثم انا كيما بتلكم ديرا غيل فريز بوحدو انتم ما تقدرو اه تزيدو معاها سميتو السكار باش اه بجيكم الحلاوه هي هاديك انا ما كنديش حلاوه بزاف عندك شي مخليتو هاكا كبلا بلا سكار قبضتو طحنتو مزيان سوفي غادي نزيدو على الكريمة اللي غادي سبقا عندي وغادي نزيد عليها وغادي نزيدها طبقة الاخرى مو يمادي شي انا اللي درت فاد فاد الحلوه ولكي را كدي غزالة البنات كي يجي الماضاق نتاع الفريز اه زوين بزاف وحتى دك الخاليط نتاع دك الكريم مع مع كريم باتي سير مع مع دك الجبن كي يجي زوين كي احتى واحد الماضاق اللي زوين مو يما انا كتافيت بيا هاكا بغيتو تزينوها زينوها باش ما بغيتو بغيتو تديرو فوقها دي سير تقطعوه اللي بغيتو بغيتو كي بحال انا درتها درتها غف هاد المول هادا انتو ما تقدرو تديروه في هادا كلي كيتحل من جناب تقدوه يجي ويجي الحلوه ها كامتي ولو زميانا كي يحلي كي نشوفه وقاع في الفيديوه تبارك الله دبا مع رمضان كل شي كي يحط شي وديه للا المهم انا في هادلوقيته كنقول زميانا وجيت غيط بلد الفطرية دي كرا الحمدوليلا اا ما كنقلبك على زواق في هادلوقيتون كنقلبوله على زواق لحت هدي ولا كنحط غير ذاك الشي اللي زميانا اللي غادي تنكل وكان فكر نوجد غير ذاك الشي اللي غادي ناكلو اللي غادي نحيتو بس جوع اللي هنقسمو فيه صيام دي وانا هاا ديش ولي كان فتلا الساعة اا وكنما عودتكم دائما في رمضان فانا ضروري كندير شي حاجة اللي مالحة وحاجة حلوه هاد شي اللي كندير انا في رمضان زي ما مش حالة هذي اللي متبعني راكم عارفين دائما نقولكم حاجة مالحة و حاجة حلوة صاف هاد شي اللي كندير من غير النهار اللوه اللي كي يكون عندي ندير الملوي ندير الحريرة و الحريرة راكم عارفين مكنديروها شكله نهار الملوي كذلك مكنديروش كلها كان بقندير الكمية اللي تكفيني هكا ثلثي يام ربعية كانت هنا شوية وصافي هذي هي البنات بها الحلوة ندخلها الكلاجة نخليها حتات لا خطر عن مويمة كان ناكلها اش أنا في الفطور كان ناكلها حتال مور الفطور كان ديرو حد الكويت متع القهوة و عاد كان هزو حد طريف متع الحلوة المهم هذا هو الدجاج والخضيرة اللي وجت بالنسبة للخضراراني شرملتها شرملتها تهيب نفس الخلطة اللي درت للدجاج و صافي هذا كان الفطور نتاع نهار تاني وهنا غادي نساني معاكم بنات الفيديو غادي نقولكم تهلا فراسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله خليتلكم رحمة الله وتقبل الله مننا و منكم شكرا شكرا شكرا